في رابي نهاية المدة المحددة لتنفيذ قانون 0815 المتعلق بالبنايات غير مقتاملة يعاني العديد من المواطنين مشاكل إدارية وأخرى قضائية كانت سببا في عرقلة إتمام سكناتهم وهو ما يطرح عديد التساؤلات عن الطريقة التي ستلجأ إليها وزارة والسكن لمعاجلة مثل هذه القضايا يقول هشام شريف وعدد سيدي تشهد مختلف ولايات الوطن عرقيل إدارية وأخرى قضائية عرقلت أصحاب البنايات غير المكتملة في إتمام سكناتهم قبل الموعد الذي حدد قانون التسوية العقارية والذي يهدد المخالفين بعقوبات صارمة السيد فرحات نموذج عن حالة المئات من المواطنين الذين وجدوا عرقيل لإتمام بناياتهم شهران تفصيل على تطبيق قانون تسوية العقارية مما أجبر وزارة السكن على اتخاذ إجراءات إضافية لإيجاد حلول لمثل هذه الحالات كان لديهم مشكلة في العقد فتاة وكان لديهم مشكلة مع الوراة فتاة وهذا مشكلة يولي لهم المشكلة يولي على أصحاب البنايات وكان بزاف لي على باليرام يجوا ما قدرواش يحطوا الميلافات لأنه كان لديهم مشكلة ورات كان لديهم مشكلة وثائق هذا خارج الإنطاقة البلدية عندنا 11 أو 12 مخضيات في العدلة على أجل رخص البناء رأي في العدلة لكن يصل العدلة منها يعني يكملوا البنايات فيهم قانون التسوية العقارية أجبر السلطات العمومية على التحرك العاجل لوضع حد لفوضى العمران لكن بعض المواطنين اصطدموا بواقع مرم أولها العقوبات وآخرها عراقيل قضائية وإدارية